في ختام اللقاء الذي جمعه بوزير الدفاع الموريطاني حنن ويلد سيدي ضمن الزيارة التي يقوم بها إلى موريطانيا قلد الوزير ويلد سيدي رئيس أركان الجيش الجزائرية الفريق أول السعيد شينغريحا وباسم الرئيس الموريطاني محمد ويلد الشيخ الغزواني قلده وسام الاستحقاق الوطني بيان لوزارة الدفاع الجزائرية وضح بأن الخطوة تشكل تعبيرا من الوزير حنن ويلد سيدي عن مدى التقدير الذي يكنه لشخص الفريق أول وبسيرته الحافلة فضلا عن أنه يعد تأكيدا على ثقة المتبادلة بين القيادتين العسكريتين ليتبادل الطرفان في الأخير هدايا رمزية